يسن للخطيب أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن يصعد المنبر ويسلم على الناس إذا صعد المنبر فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم رواه نماجه وحسنه الألباني فإذا للإمام سلامان السلام الأول إذا دخل المسجد سلم على من يمر به والسلام الثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليماً عاماً على جميع المصلين طبعاً بعض الناس هنا ما ينتبه مثلاً يكون صوت المكبر مقطوع مقطوعاً يسلم ما سمعه جلس يجي واحد طريقاً ليش الإمام زعلاني اليوم ما سلم علينا يا أخي أولاً هي سنة يعني لو نسيها فلا حرج عليه ثانياً أنت اللي ما سمعت هو سلم بس مكبر ما شغل المؤذن المكبر لا متأخراً فبعضهم يسارع إلى اتهام الإمام وهو بريء على يتيحال السلام على الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر